وزارة الصحة أكدت انطلاق مبادرة صحة المرأة في محافظات المرحلة الثانية واللي هتكون أول أكتوبر اللي جاي في شمال سينة والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكافر الشيخ والمنوفية وباني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان وكانت وزارة الصحة أعلنت الكشف عن 2.046.000 سيدة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة تحت شعار 100 مليون صحة أضافت الوزارة أنه تم تحويل 146.775 امرأة لإجراء الفحصات المتقدمة بعد إجراء الفحص المبدئي لهم بمحافظات المرحلة الأولى